القمامة حتى الآن المتكدسة أو كميتها هي تجاوزت اليوم عشرة ألاف طن بحسب آخر التحديثات التي نشرتها بلدية باريس هذه القمامة متكدسة في الشوارع بسبب إضراب عمال جمع القمامة لأنهم جزء من هذا التحرك الاحتجاجي على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما طبعا هذا الإضراب الذي ينفذونه سيستمر حتى يوم الاثنين المقبل والصعوبة اليوم هناك أن القمامة التي منتشرة الآن وقام المتظاهرون بحرقها كما ترون ونشرها في الشوارع أكثر مما هي منتشرة باتت تشكل خطرا على السلامة المرورية وأيضا السؤال الآن من سيقوم بإزالة هذه الأكوام من الشوارع بعدما ألقيت في منتصف الشوارع وأصبحت تعيق حركة المرور بشكل كبير الإضراب مستمر كما ذكرت حتى يوم الاثنين المقبل وربما أيضا يمددونه أكثر بعد إقرار قانون رفع سن التقاعد اليوم من دون تصويت البرلمان هناك مذكرات حجب سوف تطرح في البرلمان من قبل قوى أقصى اليمين زعيمة أقصى اليمين مارين لوبين أعلنت أنها سوف تقوم بطرح مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة وكذلك أيضا قوى اليسار مجتمعة هناك خمسة أحزاب يسارية تشكل تحالفا في البرلمان أعلنت أنها أيضا ستقوم من جهتها بطرح مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة في البرلمان الفرنسي اشتركوا في القناة